وثائق جديدة ومشددة من وزارة الأوقاف للحصول على إذن باستغلال محل كتاباً قرآنياً تحت هذا العنوان نشر موقعوية ببرس مادة جاء فيها اعتبر عدد من المتابعين والقائمين على الكتاتيب القرآنية خطوة وزارة الأوقاف وشؤون الإسلامية بإعداد لائحة طويلة من الوثائق المطلوبة لفتح كتاب قرآني جديد وأيضاً مطالبة الكتاتيب القديمة بتجديد استصدارها لما وصف بإذن لاستغلال محل كتاباً قرآنياً عرقلة وتشديداً في أمر من الضروري التيسير فيه كما يتخوف هؤلاء من العمل بالقرار الجديد في حق آلاف الكتاتيب القرآني القائمة أو عدد من داخلية الطلبة ما قد يتسبب في إغلاق العديد منها لعدم توفر كل الشروط للحصول على الوثائق المطلوبة وجاء في إعلان الوثائق المطلوبة للحصول على إذن باستغلال محل كتاباً قرآنياً مستقيل عن المسجد أو داخلية ملحقة بمسجد أو خارجه طلب استغلال محل كتاباً قرآنياً لتحفيظ القرآن الكريم أو داخلية لإواء المتعلمين السند القانوني أو الوثيقة التي تعطي صاحب الطلب الحق في استغلال المحل شهادة صراحية المحل مسلمة من السلطات المحلية تفيد بأن البناية صالحة للاستعمال كتاباً قرآنياً أو داخلية رخصة البناء وشهادة المطابقة مسلمتان من طرف السلطات المختصة شهادة المتانة أو تقرير الخبرة التقنية على بنية المحل عند الاقتضاء شهادة مسلمة من مصالح الوقاية المدنية تثبت توفر شروط السلامة والوقاية اللازمة الالتزام الخاص باستغلال المحل كتاباً قرآنياً لتحفيظ القرآن الكريم أو داخلية مسادق عليه من طرف السلطات المختصة وثيقة تشهد بموافقة السكان على استغلال محل كتاباً قرآنياً في حال تواجده بعمارة سكنية نسخة من القانون الأساسي للجمعية يتضمن من بين أهدافها تحفيظ القرآن الكريم أو تدريس العلوم الشرعية آخر وصل إيداع نهائي لدى السلطات المختصة لائحة أعضاء المكتب المسير محضر آخر جمع عام نسخة من أنشطة الجمعية وحسب أحد الفاعلين في المجال فإن منادب الأوقاف رسلوا عدداً من الكتاتيب بشكل مرحلي إلى حين تعميم القرار على جميع الكتاتيب القرآنية وأضف بأن أول ملاحظة على القرار الجديد هو تغيير ما كان يسمى بترخيص وزاري لفتح كتاب قرآني بمجرد إذن باستغلال محل كتاباً قرآنياً والملاحظة الثانية حسب نفس المصدر أنهم شددوا في الوثائق المطلوبة وهذا ما لم يكن سابقاً وتابع بأن المندوبيات ينادون على القائمين على الكتاتيب القرآنية القائمة ويطالبونهم بتقديم الترخيص الوزاري المقدم لهم سابقاً لاستبداله بترخيص جديد مؤقت فيه ثلاث سنوات قابل التجديد ما يعني أنه في كل ثلاث سنوات قد يعطونك الإذن مرة أخرى وقد لا يقدموه لك لأن تسعين في المئة من الكتاتيب القرآنية غير حاصلة على هذه الوثائق المطلوبة الجديدة ما ينتج عن إيقاف عدد كبير من الكتاتيب القرآنية كما أوضح المصدر ذاته أن من بين الوثائق المطلوبة شهادة صلاحية المحل مسلمة من السلطات المحلية وهذه تطلب عبر منصة إلكترونية لكن الغريب أنه لحدود الساعة لم يدرجوا بالمنصات الإلكترونية لجماعات المحلية خانت الكتاب القرآني ما يعني أن من أراد الآن استرخاص إذن بفتح كتاب قرآني فلا يمكن ذلك لعدم توفر وثيقة من الوثائق المطلوبة حسب القرار الجديد لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يذكر أن وزير الأوقاف أحمد التوفيق سابق وذكر أن عدد الكتاتيب القرآني بالمغرب وصل إلى 12.943 كتاب قرآنيا حسب آخر إحصاء كان في يناير 2023 بزيادة نسبتها 10% مقارنة مع الموسم الدراسي 2004-2005 حيث كان عددها يومها 11.773 كتاب قرآنيا ترجمة نانسي قنقر